اشتركوا في القناة المجلس النيابي واربع لعضوية المجالس البلدية وذلك عبر التصويت الحر المباشر بما يؤكد نضج المجتمع البحريني وإيمانه بقدرة المرأة على العطاء وتحمل المسؤولية جنبا إلى جنب مع الرجل مشيدة سموها بنعكاس ذلك على نسبة المرأة في السلطة التشريعية التي ارتفعت لتبلغ 19% واعتمد المجلس العالى للمرأة خلال اجتماعه الثالث للدورة السادسة الذي عقد برئاسة صاحبة السمو الملكي حفظها الله موضوع مناسبة يوم المرأة البحرينية للعام 2019 الذي سيخصص للاحتفاء بالمرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل كما عربت عن ارتياح سموها حفظها الله لمجمل الإنجازات للمجلس على الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية لهذا العام مؤكدة سموها تطلع المجلس إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام المقبل تحقيقا للتطلعات السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله صاحب الفضل الأول من بعد الله تعالى فيما تشهده المرأة البحرينية من مكانة رفيع وثقة عالية الأمر الذي يجعلها على الدوام أساس تنمية وطنها ورفعة شأنه وقد صرحت هالة الأنصار ريال أمين العام للمجلس بهذه المناسبة أن المجلس أحيط علما بالفعاليات والأنشطة المصاحبة اليوم المرأة البحرينية 2018 والإجراءات المتخذة بشأن برنامج المشاركة السياسية للمرأة التهيئة الانتخابية ونتائج متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري إلى جانب توجيهات الخطة الاستراتيجية القادمة والمتسقة مع برامج عمل الدورة للفترة 2019-2022 حيث تم تكليف الأمانة العامة للمجلس باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ومتابعة تضمينها في برامج عمل الحكومة القادم وأوضحت الانصار أن المجلس العلى للمرأة اعتمد في اجتماعه اليوم سودة التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين تمهيدا لحالة إلى مجلس الوزراء المقر حيث يقيس التقرير الجهود الوطنية والتقدم المحرزة في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين ورصد الفجوات واقتراح فرص تحسين لسدها وتعزيز مكانة البحرين كبيت خبرة على الصعيد الدولي كما اعتمد المجلس في اجتماعه مقترح تغيير مسمى جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة لتمكين المرأة البحرينية إلى جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة لتقدم المرأة البحرينية مع السحداث فئات جديدة للجائزة وعن بين أهم مخرجات اجتماع المجلس اعتماد مقترح البرنامج الوطني للتوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل الذي يهدف إلى إعادة المرأة البحرينية بل إعدادها واستثمار خبراتها في رفع نسب مشاركة المرأة النوعية في هذا المجال الواعد إلى ذلك اعتمد المجلس مقترح الإطار العام للبرنامج الوطني للخدمات والتوعية الأسرية بهدف زيادة التكامل بين الجهات المعنية من أجل تطوير البرامج والخدمات المقدمة للأسر البحرينية وقياس الأثر الإيجابي لها ومقترح برنامج الارشاد الوطني للمرأة البحرينية بهدف تشجيع المرأة على الاستمرار في الاسهام في تنمية الاقتصاد الوطنية ترجمة نانسي قنقر